لم تعرف مدينة طور الباحة جنوب غرب محافظة لحج حملة نظافة منذ سنوات واليوم دشنت مؤسسة صناع النهضة المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسيف حملة تنظيف وتحسين المدينة فالحملة التي استهدفت شوارع وأحياء المدينة تستمر 12 يوما بدأت بتدريب 20 متدربة من النازحين الهاربين من رحى الحرب في مناطقهم إلى مدينة طور الباحة كما تهدف إلى توظيف طاقات الشباب الذي مثل للعديد منهم فرصة عمل للقضاء على البطالة في بعض مخيمات النازحين حملة النظافة التي عبارة عن كون من القمامة المتراكمة منذ سنوات فكانت مبادرة منظمة صناع النهضة بالشراكة مع اليونسيف لرفع هذه المخلفات والتي سببت كثير من الأمراض سيصبح المواطن بعد هذه الحملة يستنشق هوان نقيا بعيدا عن المخلفات بعد أن كان التلوث البيئي يهدد حاضر المدينة تسهم هذه المهمة بالعمل على إعادة تحسينها وتجنيب المواطنين أي مخاطر بيئية تهدد سلامتهم طبعا حدثت تفراء وانقلاف في عملية النظافة داخل المديرية فمنذ ما يقارب أكثر من سبع عوام لم تشهد المديرية عملية نظافة مثل ما شهدت هذا اليوم فنشكر القائمين على برنامج صناع النهضة على هذا العمل الطيب يأمل المواطنون هنا أن تعود طور الباحة إلى موقعها المعروف كمدينة تعد مركزا تجاريا هاما ونقطة التقاء بين عدد من المحافظات التي شهدت منذ سنوات غيابا لكثير من خدمات مكاتبها سيما صندوق النظافة والتحسين